وبالعودة إلى موضوع اللقاء الذي جمع الرئيس المصري بوزير الخارجية الإيراني ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري لأشؤون الخارجية دكتور سلامة أهلا بك ما المعطيات والظروف التي ساهمت في إنجاز هذا اللقاء بين الرئيس المصري ووزير الخارجية الإيراني العلاقات المصرية العراقية ممتازة جدا في الشأن الإيراني ما أتحدث عنه الشأن العلاقات المصرية الإيرانية فأتحدث عن العراق والتصريحات المهمة للخارجية العراقية والرئيس الوزراء العراقي وما تربط العراق بمصر في الآوين الأخيرة بأن علاقات ممتازة واستعداد العراق للتوسط من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية وعودتها كاملة ما بين مصر والجمهورية الإيرانية الإسلامية نعلم أنه منذ العشر منذ ألفين منذ ألف بعد اغتيال السادات في ألف تسعمية واحد وتمانين ثم أحداث معينة منها الفيلم السينمائي الإيراني إعدام فرعون إشارة إلى الرئيس الراحل أنور السادات وإطلاق اسم خالد اسلامبولي الذي اقتال السادات في القاهرة إطلاق اسمه على أحد أهم الشوارع في العاصمة الإيرانية طهران كل هذه المتغيرات السابقة لا تزال موجودة ولم يحدث لها حلحلة ولم تحدث إجراءات ثونائية أو حتى توسطية تصالحية حتى من دول لها علاقات مهمة بين الطرفين مصر والإيران لذلك الآونة الأخيرة والتفاعلات المصرية العراقية تحديدا تفاعلات قوية وليس بخاف وليس بسر أن مصر كانت أحد أهم الدول التي أيدت الدولة والحكومة والسلطات العراقية في السنوات الأخيرة في مجابهة التنظيم الارابي داعش في داخل العراق ولذلك من المؤمل وفق التصريحات الأخيرة العراقية تحديدا الذي أشرتهم إليها أن يمكن بعد حلحلة وتسوية كل هذه العوالق الإيرانية المصرية يمكن العودة للعلاقات لأن مصر دولة مهمة وإيران دولة مهمة تتحدث عن الآن هناك ثمار لهذه الجهود التي تبذل لعودة العلاقات المصرية الإيرانية إلى طبيعتها وفتح السفارتين وتبادل السفارة هل يأتي ذلك في إطار جو عام يسود المنطقة المنطقة العربية في حديث عن تقارب ومفاوضات بين إيران والسعودية حليفة مصر في المنطقة يعني طبعا ليس بخافي هذه المدخلة مهمة جدا وهذه الإشارة الملحوظة مهمة جدا منكم أن طبيعة الألقات المصرية الخليجية بشكل عام هي طبعا تعد من الأهمية الحيوية بمكان لصالح المصرية والأمن القوم المصري والعربي لذلك لن يكون هناك تجاهل لمثل هذه العلاقات الخليجية وفي الصدارة منها المملكة العربية السعودية مع مصر يعني لن يكون هناك إجحاف أو تجاهل بهذه المسألة ومن ثم يعني يمكن الإضافة لما أنا أسلفته وأدليت به توا في أن الباعث والهاجس للعلاقات المصرية الخليجية سيلقي بظلال كثيفة على مدى وتوقيت عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين إيران ومصر في ذات الصدد وليس ببعيد العلاقات المصرية التركية هناك تجاذبات أخيرة وتفاهمات ومباحثات استكشافية ولكن إصرار جمهورية مصر العربية على مسائل محددة في الشأن التركي تحيل برفع ترقيد مستوى العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر وتركيا إلى درجة سفارات والسفير كامل بعد أن تم تخفيض العلاقات الدبلوماسية إلى درجة قائم بالعمال أما في إيران لا تزال العلاقات الدبلوماسية الرسمية مقطوعة ما بين الدولتين ولكن هناك ما يسمى ببعثة رعاية المصالح ممكن تكون بدرجة سفير ولكنها ليست لا سفارة ولا مندوبية ولا مفوضية ولكن الآن ممكن تحدثت في البداية عن الدور العراقي في تقريب وجوهات النظر بين البلدين هنتوقع الآن دورا مصريا في تقريب وجوهات النظر بين الدول الخليجية وإيران لا أعتقد أن المسألة ستكون من جانب مصر لا أعتقد أن مصر لأن العلاقات بين مصر وإيران بالأساس هي العلاقات مقطوعة فليس من المتصور أن يكون هناك التحركات أو المبادرات من جانب جمهورية مصر العربية ولكن هناك الدول الخليجية لها علاقات مهمة جدا ووطيدة مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية سواء كانت بطر أو الإمارات العربية المتحدة وهكذا عمان تحديدا هي تأتي في المصف شكرا جزيلا لك دكتور دكتور أيمن سلام عضو المجلس المصري شكرا شكرا اتفضل دكتور تابع لديك ملاحظة عمان أشكرك عمان كما تفضلتم هي أكبر دولة بتقوم بالتوسط بين إيران وكل دول العالم سواء كانت بريطانيا أو سواء كانت الولايات البطالية الأمريكية في مسائل فك أسرى الرهائن المعتقلين المسجونين وهكذا لذلك سلطانة عمان كما تفضلتم أنتم هي الدولة التي تتصدر مشهد الحالة المسائل سواء كانت بين إيران وبين مصر أو بين إيران شكرا لك دكتور أيمن سلام أيمن سلام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا من القاهرة